أنا كليون في على هيك أصوات عالم عجقة وهيك هون لأن في مركز الشرطة أصلاً ما بعرف إذا صواتي ما اسموه بس هون في مركز الشرطة وعني يأخذوا لقاحات ضد الكوفيد فكتا خيرة طبعا الشيخ الحسين هي اللي وفت لقاحات مجانية لكل الشعب حتى للأجانب يعني فهون بالمراكز الحكومية عم يصير اللقاحات بالمشافي والمراكز الحكومية فهون في مركز الشرطة جنبي فمشان هيك دائماً في عجقة وغير هيك إنه أصلاً هيدا العجقة العتيادية للسيارات هيدا الجسر هيدا ما أعرف إذا نبين ما هيدا الجسر يعني ما شارع عادي فالمفروض الجسر هو يخفف من الزحمة بس سبحان الله عقد ما في سكان عقد ما في عالم هون بدكة وبنقدش أصلاً بشكل عام بس دكة أكتر الشي لأن العاصمة فهيدا المنظر موجود طبعاً بكل شوارع دكة نادراً ما تلاقي شارع بدكة فاضي وهالإزدفام هيدا بيكون من ساعة الصواح الأولى يعني تقريباً من الساعة 8 الصبح أو 8 ونص لأنه الناس بتبلش تروح على وظيفة وشغلة وهايك من 8 ونص تسعة بهالوقت لساعة تقريباً تسعة بالليل يعني أبداً ما بيفضل الشوارع ما بتفضل عطول فيه هيك خطوط واقفة خطوط من الناس والسيارات واقفة أبداً أبداً ما بتفحرك السيارات سبحان الله هيك عن زد نحنا ما بعض فعلنا بسوريا أنه أو خصوصاً أنا المنطقة التي كتب عايش فيها ما كان فيها هالزحمة أبداً كان يصير زحمة جداً قليلة لما يكون العالم رايحة على مدارسة أو شغلة وجامعاتها وهي أوراج عبز بس هيدا المنظر هيدا دائماً هون بانجلادش يعني ما أنه بساعات محددة أنه نحنا كنا نقول ساعة الزروة أنه بالصبح وبعدين بعض الظهر أو ممكن المساء بس هاي العالم حابة تبطع مشاور بس هون ساعات الزروة دائماً موجودة بكل وقت هيدا المنظر اللي بشوفه أنا الصبح متل ما قالت قبل أني أنا حابة أحكي هيك شغلات بسيطة عن بانجلادش أو ما شغلات بسيطة يعني كل شهيت بشوفه مختلف عنا بالبلد أو شي بشبهه فحابة أحكي عنه فأي حد حابة يسأل شؤال أو يعرف أي معلومة فينه يعلق ويسألني